اشتركوا في القناة إلى أن مملكة البحرين تسعى نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأسيوية الصديقة خصوصا مملكة ماليزيا وفتح أفاق جديدة تجسد مدى عمق العلاقات البحرينية الماليزية وتطلعهما نحو مزيد من فرص التعاون الثنائي أسيما في الاستثمار بقطاعات الطاقة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفطة السيد محمد أنور طيب الرئيس التنفيذي لشركة بيتروناسا حيث أشار سموه إلى استمرار مملكة البحرين نحو تأكيد تعاونها مع مثل هذه الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها الطويلة في قطاع النفط والغاز بما يحقق الأهداف التنموية من جانبي عبر الرئيس التنفيذي لشركة بيتروناسا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مشهدا بما لمسه من اهتمام مملكة البحرين بدعم تعاونها مع الشركات الماليزية انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين شكرا